الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى و خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و سلم و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار أما بعد فأهلا و سهلا بكم أخواني الكرام و أخواتي الكريمات حياكم الله في هذا البرنامج برنامج صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى نتناول في هذا البرنامج شرح هذه الأحاديث التي وردت في الجامع الصحيح المختصر من صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى نتناول شرح هذه المعاني التي يبردت في الأحاديث و كذلك نذكر أهم الفوائد و الدرر التي جاءت في هذه الأحاديث و لا ننسى أن نذكر بعض مقاصد سنة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة و التسليم و التي جاءت في هذه الأحاديث أخواتي الكرام و أخواتي الكريمات ثواني معدودة نستمع لهذا الحديث ثم نعود عليكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل فانتظرونا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها و إذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال أرقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرائي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام و أخوات الكريمات عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل و بعد أن استمعنا لهذا الحديث و لا نزال معكم في شرح كتاب الإمام مسلم صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى و كنا قد وصلنا في شرح أحاديث كتاب الإيمان و هذا الحديث حديث أبو هريرة رضي الله عنه و أرضاه هو في باب إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها و إذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة و هو أبصر به فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها و إن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جراي و من جراي أي يعني من أجلي و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف و كل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله أخواني الكرام أخوات الكريمات هذا حديث عظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله عز وجل و أن هذا الإسلام دين يسر و ليس دين عسر فهذا الحديث هو حديث قدسي جليل و فيه يخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن الرب سبحانه و تعالى أنه قال إذا تحدث عبدي أي إذا تحدث الإنسان في نفسه و هم بأن يعمل حسنة يعني فكر أنه يعمل حسنة يعمل بير مسجد مثلا يتصدق بالشيء و لم يعملها فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أكتبها له حسنة أي و لم يعمل هذه الحسنة انظروا إلى أعطاء الله عز وجل انظروا إلى رحمة الله عز وجل انظروا إلى كرم الله سبحانه و تعالى تفكر بأن تعمل عمل تتصدق تزور أخ لك في الله مثلا تعمل مشروع خيري لكنك ما عملته هممت بهذا العمل تكتب لك حسنة عند الله سبحانه و تعالى و كذلك فإذا عملها أي عملت هذا العمل عملت حفرت بئر مثلا بنيت مسجد تصدقت على أرملة أو فقير أو مسكين أو يتيم أو طلبت العلم على يد العلماء و الفقهاء فهنا لا شك أن هذا العمل الذي أتممته يضاعف لك عند الله سبحانه و تعالى الحسن بعشرة أمثالها و إذا تحدث أي و متى تحدث الإنسان في نفسه و هم بأن يعمل سيئة فكر بأن يعمل سيئة و العياذ بالله يرتكب ذنب يرتكب معصية و لكنه لم يعمل هذه المعصية لم يعمل هذا الذنب لم يرتكب هذا الذنب بل تركه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني طبعا رواية عن الله عز وجل فأنا أغفرها له ما لم يعملها إذن بما أنك لم تفعل هذه المعصية و لم ترتكب هذا الذنب فهنا يغفر الله عز وجل لك هذا هذا الأمر و أجري ذلك له في ديوان فضله فإن تركه السيئة فإن 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 تركه السيئة له مقام الفعل الحسن فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها أي وإذا عملها كتبت سيئة واحدة سبحان الله الحسن تضاعف بعشرة أمثالها والسيئة إذا فعلها المسلم تكتب له سيئة واحدة فأنظر إلى كرم الله أنظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى و قال النبي صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة أي إن عبدك هذا هم بسيئة وهو أبصر به فيقول أي الرب جل وعلا أرقبوه أي لاحظوه وهو سبحانه يعلم حال عبده فإن عملها فاكتبوها له بمثلها أي إن إن فعل هذه السيئة فاكتبوا هذه السيئة سيئة واحدة فقط و يحمل يعني ما وقع في هذا الحديث و أمثاله على ذلك في من يعني لم يوطن نفسه على المعصية و إنما مر ذلك بفكره يعني من غير استقرار يعني هذا الشيء ممتمكن في قلبه أو في نفسه لا يعني خاطرة أو وسواس من الشيطان و العياذ بالله إذن إذن يفرق بين الهم و بين العزم فيكون قوله و إذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها فيما لا يستقر من الخواطر في قلبه و في نفسه و لا يقترن به عزم مصمم ما يكون مصمم على أن يفعل هذه المعصية و هذا الذنب ف هذا العزم و هذا التصميم لا شك أنه يكتب له سيئة و العياذ بالله أخواني كرام أخوات الكريمات في هذا الحديث أيضا في نهاية الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسن يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف و كل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يقى الله عز وجل إذن مضاعفة الحسنة إلى عشر أمثالها هذه نعمة و رحمة من الله عز وجل تفضل بها علينا و كذلك إذا عمل السيئة فتكتب سيئة واحدة و إذا هم بالسيئة و لم يفعلها فلا تكتب و إذا هم بالحسنة أن يفعلها و لم يفعلها فتكتب له حسنة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا و إياكم و أن يغفر لنا ذنوبنا و أن يكفر عنا خطايانا و سيئاتنا و أن يدفعنا ذلك إلى المزيد من الأعمال الصالحة و الإبتعاد أن كل ما حرمه علينا ربنا سبحانه وتعالى و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر